في ظل ارتفاع الأصوات المنادية بالتغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي جاء مشروع قانون المالية لسنة 2020 ليحقق عديد المطالب الشعبية فأعاد الضريبة على الثروة وسمح باستيراد السيارات المستعملة كما أدرج عدة مقترحات سبق وأن نادى بها الخبراء كل المقترحات الملاحظات التي كان أبداها وقدمها الخبراء الاقتصاديين وخبراء المال الآن هي ما أخذها بعين الاعتبار لو كان نأخذ خطوط عريضة في الشيء اللي جاء قضية إصلاح البنوك، قضية الدفع بالاستثمار قضية إعادة بعث قانون استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات أيضا رفع الرسوم على اقتصاد تبغ لأنه الآن طلع من 11 حتى الـ 17 نلاحظ بأنه هناك نية واستعداد لدفع قوية الآن في الاقتصاد ككل نص قانوني توجد إيجابيات وسلبيات في مشروع قانون المالية لسنة 2020 لكن مدام لم يمر على غرفتي البرلمان فلازل الأمل موجودا لتدارك النقائص وإعداد النسخة النهائية تخدم أمال المواطن والله نقول لك حاجة من البداية نقول لك أن قانون المالية لحد اللحظة لم يأتي بالجهزة بالنسبة للمواطن البسيط هناك عدة اختراحات نظن احتوفة وناقش ونظن أنه ثقة كبيرة في النواب أنه يكون كثير من التعديلات والتصحيات في قانون المالية بشير ذي المواطن يبقى الحاجز الأخير اللي هو البرلمان اللي أتهم كثيرا في السابق بأنه برلمان صادق على قوانين تجويع الشعب وكذا إلى خيره وبالتالي نطلب منه ونرجو أنه يعمل حجم ليحاق بالميروح بين القرارات التي جاء بها والرسوم التي احتواها يبدو أن السلطة تحاول من خلال تفصيلة قانون المالية الموازن بين تطلعات المواطن نحو التغيير وحماية الخزينة العمومية بعد ترد المداخل